اكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان اجتماع وزراء البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستكمل الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام ليساهم في تعزيز الخطوات الرامية لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية جاء ذلك لدى ترأس مملكة البحرين الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول المجلس والذي عقد عن بعد وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك واخر مستجدات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي حيث تم اعتماد الدورة الرابعة للجائزة خلال عامي 2021-2022 تحت مسمى أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير وأكد المهندس خلف على أهمية العمل الخليجي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الموحدة مضحا أن المملكة قامت بإعداد دليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن مع المحافظة على الهوية الخليجية وناقش الاجتماع تبني إعداد دراسة حول إمكانية تطبيق مكونات المدن الذكية وآثرها على الدول الأعضاء وكذلك تبني إصدار مؤشر جودة الحياة الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية